بداية بتبقى عاملة ازاي لانه الجيل الصغير ده بيبقى دايما عايز يعرف الصقر اللي احترف وراح وجيه واخد بطولاته وعميد ده ابتدى ازاي وقراراته دي كتت عاملة اخدها بناء على ايه فانت بدايتك في الكرة دي طبعا ما كنتش بنفس النطجم بنفس الشخصية بنفس كل حاجة بس مع الوقت تبتدي تركز انه قراراتك بتاخدها بالطريقة الفلانية اكيد طبعا يعني خلينا نقول طبعا اكيد الاجيال اللي موجودة او الناس بشكل عام دايما احنا بنقول الناس ما تبصش على اي نجم من اه في انتهى فين اواقف فين لأ بص البداية بتاعته كانت فين ودايما اللي بيوصل للمكانك بيا اكيد لازم بيكون اكتعب اه في حاجات طبعا في الوقت المؤخرة بقت الموضوع فيها حتة شوية مجملات فيها حتة شوية مش عارفة انما في النهاية لا صح الا صحيح الموهبة هي اللي بتفرض نفسها في اي مكان وفي اي مجال اه وبالذات بالاخص انا بتكلم على يمكن مهنتها كوية القدم صح اه في مهن تانية ممكن تلاقي فيها وفيها لما احنا ماشيين كده نتكلم مع بعض فيها انما كوية القدم بالاخص لا هي موضوع اه مفهوش اي مجاملات يعني توصل لما حالة سنية من العمر خلاص انتهى موضوع المجاملات هو التقييم بيبقى للجمهور للنقاد مستواك هو بيكون هو الفيصل يعني بالضبط هو الفيصل فخليني دايما بقولي الناس ما تبصش دايما العايز يعرف او يبقى لي مثلا عايز ياخده لازم يشوفه بدأ ازاي اي ممكن انا بدايتي زي زي بداية اي لعب كوية من الاقليم كان عندي حلم حلمت بي والحلم ده قدرت ان انا ترجمه لحد ما وصلت الحمدلله تربع على عاش العالم الاكسر العيب العالم مشاركة ما كانش ده طبعا هدفي ولا ده تطلعاتي بس زي ما انت بتقولك ايه اني واحدة واحدة كل شوية الطموح عندي بيزيد واحدة واحدة الطموح عندي بيختلف واحدة واحدة عندي الاهداف بتتغير انما في البدايات عايزة بقى لعيب كوية مميزة بس عايزة بقى لعيب محترف وخلاص مفيش لسة طموحات كبيرة بزبط ابتديت في الشارع ايه طبعا البداية في البداية وفي الشارع طبعا اكيد طبعا وبعد كده لعبت في مغياغة في اللي دي مغياغة لحد سن حوالي سبعتاشر سنة وشوية طمانتاشر سنة كذا سنة يعني ايه طبعا لعبت فترة الناشئين كلها وبعد كده سعطت في فريق اول وبعد كده قصة شهية يمكن ناس كلها عارفها طبعا قصة ان انا يمكن كنت هويح النادي الاهلي وبعد كده حصل شوية اختلاف على الامور المادية وكانت امور وكانت حاجة بسيطة جدا يعني اه طبعا نتكلم في فريق 2000 جنيه و30 جنيه كلام يعني لا يسكى وبعد ده هويحت اسوان وتعيطت لمواقف صعبة كتيب في الوقت ده وفي التوقيت ده انما خلص كنت خدت الاتجاه ان اسوان هي بداية الانطلاق بالنسبالي ولما عملت عادي ما احبطتش من الحتة دي ان انت كنت رايح الاهلي وبعدين روحت اسوان ما احبطتش يعني فيه لعيبة ممكن تحبط فتحس ان انت لا مش ماليش نفسها لعب الدوافع عندك هتأجبع اه لاني لاني اه ماشي ما حصلش نصيب في دي اكيد هيحصل طالما طالما انا عندي الدوافع وعندي اهداف وعند طموح وعند الطلعات مش مشكلة لو اتأخرت شوية اه هتتأجل لحاجة تكون افضل بعد كده فيمكن خطوة اسوان لا اللي كانت تحبط كمان اكتر هو اني انا رحت القناة ومشوني من القناة ده قابل اسوان اه قابل كان وقتها بيتفاوض اسوان بس حصل ان انا رحت كده عدت شوية اسبوع كده في القناة ومشوني الناس ما اكتنعوش بيا كانت صلاحة وكيشة ما اكتنعوش بيا والله ومع ذلك ما كانش عندي مشكلة برضو قلت لا عملت عقد مع ثلاث سنين عملت عقد مع اسوان وكانت حزبيتي كده والله يا كريم يعني انا يمكن احكي معاك في كلام كده محدش يعرفه كتير حزبيتي كده قلت ايه انا عنده 18 سنة هامضي هعمل عقدة ثلاث سنين ايوا بعد الثلاث سنين هيبقى عنده 21 سنة هيبقى لسه البداية بتاعتي اكون نضقت شوية وخدت خبرات الدول الممتاز وكلام ده وكده وبعد كده هكون عقد انتهى هكون لعفري فوقتها هتبقى الدنيا اسهل بقى بالنسبالي ان انا ويحنا دي كبير ويحنا الاهلية ويحزمالك ويح المصية ويح الاتحاد يعني هيبقى الامو اسهل بالنسبالي الخطوة بالنسبالي ولكن سبحان الله يعني باللان اللي انا اسامته بالعكس انا احسن منه اطبع انا احسن منه بكتير طبعا حتى دايما بقول ان انا وصلت المكان الحمد للان وكنتش احلم بيها يعني انا عمي ما كنت قدت بان انا ممكن اوصل لده يعني انت بعد السنة بتليت خلاص فيه عروض بعد اول يمكن في اول سنة بعد اول ستة شوية يعني بعد اول ستة شوية مع اسوان بتدعيب فيه عروض بتدعيب فيه عروض النادي الاهلي النادي الزمالك والاسماعيلي التلاتة بيتفاوضوا بعد اول ستة شوية مع اسوان ووقتها النادي الاهلي قربتين كان قرب واحد اه طبعا حتى واقم من سبع تلاف جنيه او خمسة الاف جنيه اللي كان عايز اتفحها قبل ست شهور لمية وعشرين الف جنيه. اه. ويلعب بالفريل اول مباراة في اسوانه وكده. اه وقتها طبعا نادل اسماعيلي هو دفع رقم الاكبر ميتين وخمسين الف جنيه وقتها. وده كان رقم كبير جدا. جدا طبعا طبعا. تكلم سنة تلاتة وتسعين. اه في رقم كبير. اه رقم كبير. يعني كان متين وخمسين اسماعيلي مية وعشرين الاهلي. بالزبط. وكان الزمالك ايه شوية. هو اه يعني شايف ان انا اه لا يعني انا لعيب لا اسماعيلي خلاص. يعني اه هو هو جل انت عايف طبعا. بيحب النادي اسماعيلي. bALLG. طبعا. بيانتمل النادي اسماعيلي. طبعا. فهو شافني مع المنتخب الولمبي طبعا كنت مضميت مع المنتخب الولمبي. وبعد ده رحت النادي اسماعيلي ولكن خلينا اقول لك حاجة مهمة جدا. لازم الشباب يبقى فهمها عشان يعني كل الحاجات دي يقصيت فيه بعد. لاني يمكن حتى انا لما ويحت اصوان اه في وقت من الوقات كنت مثلا بقى قطت 12 ساعة او 13 ساعة عشان اجي للمنتخب اللي لهم. طب. اه في وقت من الوقات كنت لما بنزل اجازة باخد مسافة طويلة او يعني كل الحاجات دي هي اللي صنعت كود شخصية. مش عايزة كلام. وهي زي ما بقول لك خلتك يبقى عندك ثبات اللي ممكن ناس كتير بتشوف اني حماد حسن عنده ثبات انفعالي عنده صفات القيادة عنده كل الكلام ده كله بس ده. مع الخبرات ومع المواقف. مع المواقف اللي انت تحطيت فيها. طب. 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 ايه ده يتنية تخليك في الاخر بالزبط. ايه ده يتنية تخليك في الاخر الشخصية دي. فالناس ما تفتكيش ان الموضوع سهل. يعني الناس ما تبصش. اه. لاخر المشهد. بالزبط. اللي هو دلوقتي هو فين. صح. تبص هو بدأ. بتدى ازاي ووصل ازاي. بالزبط. عشان كده دايما احنا بنقول اني لازم نعلم الاجيال بتاعتنا. اني لما يكون عندنا قدوة. وقدوة انا بالنسبة لي تعني داخل وخارج الملعب. مش داخل الملعب بس. يعني لاني لاني دايما اللي بيبقى مع مع اي حد مع الجمهور هو السلوك مع الفنيات. طبعا. مش بس الفنيات. بزبط. نمام العيبة كتير على على فنيات عالية جدا جدا. ولكن السلوك شوية فالناس. فالناس. فعشان كده دايما احنا لازم نقدم النمازج دي للشباب عشان تتعلم. صح. عشان الولاد اللي اللي عيبت الكوة. لكن انت لو عايز تستسم في ابنك. لازم تحط له النمازج دي وتعرفه. ونهتم شوية يعني احنا دايما بنقول اعلام شوية عليه دوره هو كمان. انه لازم يقدم النمازج دي عشان نطلع. مجتمع سوي كمان يبقى فيه يبقى فيه حد. بالزبط. هو شاف. من الناس بتشوفه يعني. بالزبط. بالزبط يعني يعني. اه طبعا يعني بقى فيه خلل موجود في الوقت الحالي. فلازم على الاقلي بقى فيه التوازن. فيه الخلل. وفيه النموذج اللي محترم. والناس في الاخر هي تختار يعني في الاخر. وزي ما قلت لك. هو لا صحيح لا صحيح. لانك انت لو حطيت نموذجين. اه الناس في الاخر. اه ممكن تشوف النموذج ده وتسعد بيه شوية. انما في النهاية. لأ انا عايز ابقى زي الشخصية اللي هي. الصح بقى في الاخر هروح له يعني. بالزبط كده لا صحيح لا صحيح. ففا يعني دي خبارات احنا بننقلها للعبتنا. واني واني فعلا في كوية القدم بالذات مش هتقدر توصل الا لما تتعب. ولا لما تبزل اقصى مجهود عندك. علشان تقدر يتحقق طموحك تقدر يتحققها. صح باتتبق معك جدا. روحت الاسماعيلي وحققت نجاح كبير في الاسماعيلي جدا. مزهور. ومن الاسماعيلي خرجت على برا. بالزبط. يمكن انا لما روحت النادي الاسماعيلي. وده برضو مش معتاد قوي يعني عاد ده المحترفين كانوا بطلعوا من الاهلي والزمالك اكتر. مش كده وبس. وانا فاكل في وقت من الوقات كان منتخب مصر كنت يعني انا فاكل مطش ده كان اول مطش آسملية. كان مصر والمغرب في صندقاء. آه. ست لعيبة من الاهلي وعيبة على العيبة من الزمالك او او انا الوحيد لعيب من الاقاليم. مين الاقاليم كنت موجود في المنتخب. يعني 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 المنتخب كله اهلي وزمالك وأنا اللعيب الوحيد اللي كنت موجود من الإسماعيلي وقتها من الأقاريوم كلها وإن حد يخرج زي ما أنت بتقول طبعا كان وقتها الأهل والزمالك هما طبعا اللي عندهم اللي بلعبوا ففريكة وكلام ده ولكن بطول التمانية وتسعين فايت معي بشكل جيد والنادي الإسماعيلي بصراحة كان فيه فئة على أعلى مستوى أنا روحت على مجموعة لعيبة أنت روحت في فترة حلوة كمان طبعا طبعا كان روحت في فترة حلوة قبل ما أنا روحت بموسم أنت بتتكلم على سعفان وفوزي جمال وحمزة الجمل ومشي عبدالصمد وأحمد رزق وعجوز وإهاب جلال يعني مجل الصياد محمد صلاح ابو جريشة فكانت فرقة عظيمة فرقة جبية جدا جدا ويمكن سبحان الله كان أول ماتش لها مع النادي الإسماعيلي حتى من قبل ما روح إسماعيلي ومن قبل ما دخل إسماعيلي طلعت من المنتخب الإلومبي على معسكر في القهوية وبعاكاته لعت على الترجي التونسي وده كان أول مباراية وانت لو تفتكر الوقت ده كان 94-95 كان الترجي عنده أعظم فريق في أفريقيا طبعا هادي بن رخيصة وهشري طبعا طبعا فكان عنده فرقة قوية جدا 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 وقتها وكانت وقتها وكانوا بطل أفريقيا قبلها بسنة يعني بالضبط وكانوا كاسبين الأهلي قبلها وكانوا كاسبين الزمالك وروحنا احنا كسبنا 1-0 هناك ده كان أول لقاء لقية ولعبت على الهادي بن رخيصة الله يحاموك الهادي بن رخيصة طولي حوالي 2 متر وشوية وانا يعني 175 سنتفر فالفائق بيه ولكن عملته مباراية بيه جدا ودي اللي خلتني أوصل بسرعة على القلوب جميل ناد إسماعيلي في أول لقاء ده اغمان هم ما كانوش شافوني هم ما شافوني من خلال ممكن منتخب القلوب بشوية بعد كده فترة دي لعبت مع الناد إسماعيلي وبعدها اتسعدت منتخب أول سنة 95 مع ريت كرول ورحت بطول 96 ممكن مشاركتش لاني جالي إصابة في الأنكل قبل البطولة عطول كان في ماتش ودي مع كان مع تونس وكنت موجود في البطولة يعني كنت في القائمة بس مشاركتش طبعا ومن بعدها بقى مع كابتن محمود الجوهي الانطلاقة بقى 98